مكان مبروك لكل جماهير وعشاقة النادي الاهلي بعد مرس طويل ورحلة اعصاب ومبارايتين استمرت لفترات طويلة جدا فاز في صباح اليوم فريق السيدات بتتويج كأس مصر للسيدات بعد تغلبهم على فريق نادي الزمالج شوات مقابل لاشيء وايضا فوز فريق الرجال على امبي في مرس طويل يمكن الكل اعصابه كانت مجدودة في هذه المباراة الكل سعيد اليوم جماهير وعشاق ومجلس ادارة وجهاز فني ولاعبين والكل سعيد اليوم بتدويج فريق السيدات والرجال بكأس مصر معنا مجموعة من اللاعبين لفريق الرجال كابتن سيد لاشين ببريك لك طبعا على الفوز بكأس مصر يمكن انت اول لاعب بدأت اليوم ورايت توطرت بعض الشيء وخسرت اول جيم لكن ادر الاهل يعود والاهل بشخصيته ادر يحقق هذه البوتورة اليوم اللهم لك الحمد يا رب الحمد لله رب عامين احنا الماتش كان صعب مش توقع ان هو عيمشي بالمنظر ده يعني الحمد لله رب عامين ان نتيجة جات لنا في الاخر يعني هو اسعش الماتش كان طويل وتنشن وكنا مجدودين قوي يعني كان فيه ظروف حصلت قبل الماتش اثرت على كيان الفرقة بس كنا مضغوطين وكان لازم نلعب الحمد لله رب عامين يمكن ما وقفناش كويس في اول الماتش اول ماتشين ما كناش موفقين فيه نوعا ما فيش وقت تواطل بفضل الله يعني ثم كابتن خالد وكابتن شادي مجدي اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يعني وقفتهم في الاخر فرق جامد اولا ما لك الحمد في الشوت الثالث رجعت الجيم تاني وقدرت ان انت تحط الاهلي تاني على المباراة للفصلة وجي بعد كده كمل خالد عصر انت اللحظات دي كانت بنسبة لك ازاي الضغط النفس لان انت كنت نقطة التحول في هذه المباراة وكان شادي برضو ماتش بس انا بلعب مع احمد صالح اللي هو يعني طاريخه معروف في البنج يعني وانا هو قدير بالوحدين بيني وبينه بس يعني الحمد لله رب عامين الحمد لله وقفت الماتش واحساسي بالفرقة الموجودة فري النادي الاهلي ومسئولية بتاعت ان احنا ما ينفعش ان احنا نكون رقم اثنين اللهم لك الحمد انا يعني واحد من الناس اللي قصرت فيه اوي اخويا اخويا كان عادي في المدرج وقال لي ما ينفعش تخسر فدي قصرت فيه انا كنت فيه يعني كان فيه حلم للسلام غريبة عند النهاردة بس بفضل الله ثم اخويا يعني الحمد لله رب عامين والجهاز طبعا والعيبة كلهم وقفوا جنبي فقدوني طاقة انا ما عرفش ان الماتش مش ازاي والحمد لله ربنا كرامني اكسبته والحمد لله بفضل الله رب العامين الحمد لله وخلص الماتش وزي ما انتم شوفته كده لاخر نفس اللهم لك الحمد مبروك يا سيد الله بارك فيك عبدالب ايضا المدير الفني كابتن اشرف عبدالفتاح واللي كان ليه تعليمات طوال اشواط اللقاء وبالتأكيد كان ليها العامل المهم طبعا النهاردة ان هي تحسم المباراة كابتن اشرف مبروك اسعدته كل يوم بعد طبعا ما اسعده الفتيات والسيدات صباح اليوم بتتويجهم بكاسم مصر وفوزهم على الزمالك لحظات صعبة جدا والناس كلها لكوا يتفرج على المباراة حتى اديها على قلبها لاخر بوينت في المباراة الحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا وانا عايز بس اقولك ان ده يمكن اسعد ماتش في تاريخ ماتشات النادي الالي في كاسم مصر او في الدوري الممتاز وكان نقطة الفصلة نجعلنا الماتش تاني ونيكسب الماتش التالت ونقدر نرجع تاني انا كنت واسق ان السيد هيكسب احمد علي وانا واسق برضو ان خالد هيقدر يجيب المنشي الاخير بل يعني احنا بنحط القورة على بطريقة معينة بحيث ان احنا حتى لو حصل دروب في بداية المنشات نقدر نعوضها بعد كده الحمد لله تعليمات المهمة في لحظات الاخيرة كنت تتعامل ازاي نفسيا قبل كمان فنيا يعني جاز الفني لازم لازم يكون ماسك نفسه في اللحظات دي لاني اللحظات دي صعبا وكنتش انا بماسك نفسي انا وجاز الفني ونقل الكلام دوت للعيب بتاعي هتنفرط العملية من هنا فالحمد لله كلنا كنا جاهدين ولو شفت برضو في التصوير هتلاقي فيه تلاتة اربعة خمس اربع مداربين عادين كل واحد بيتقول كلمة من عنده اللي هي ممكن تفيد اللعيب وممكن تساعده ودي من احلى حاجة الروح اللي احنا شايفانا على الطرابيز الحمد لله لقيت اللحظة انه ممكن اي تروب يحصل في المباراة بصراحة اه بصراحة اه بصراحة اه بس الشادي شادي عدل لنا الموضوع الحمد لله مجرد ما شادي يكسب وكن عندنا اعمال كبير ان احنا نسايد يكسب ثقة يعني نسايد يكسب وخالد بعد كده يجيب الموتش اللي بعدين مبروك كف شكرا 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 مشاهدين الكرام اللحظات الاخيرة واللحظات الصعبة اللي عايشنا فيها خالد عصر والحد اخر بوينت في المباراة كانت المباراة الناس كلها حطة دي على قلبها خالد انت النهاردة يعني خليت الناس كلها قادة الآن وكلها حديده على قلبه في لحظات صعبة وفي اخر يعني تو بوينت انت غيرت خالص المباراة خسرت يمكن اول جيم في الانية لكن قدرت ان انت ترجع وتعود ومبروك واسعدتوا جميلة نتلقى لي بصراحة ربنا يكلح على يردك وطبعا كان ماتش صعب بس طبعا توفي من عند ربنا واحنا الحمد لله استعدنا كتير وربنا ما بيضاعش تعب اي حد والحمد لله احنا قادرنا نفرح كل النادي الاهلي عصابك كنت عاملة ايه في اللحظات دي دا يعني ملايين كنت عادة تتفرج كانوا بيشدوا بشعرهم انت كنت عاملت ازاي مع اللحظات دي كان موقف صعب بس احنا يعني عشان احنا دايما يعني سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب دايما اتحطنا في مواقف صعبة فالحمد الواحد بيبقى عنده ثبات شوية بس كل فلاول في راقة التوفير ربنا اطول لعب في لعبة تنس الطاولة في مصر والمصنف رقم واحد عندك اكيد اكسبيريونس كبيرة جدا بالنسبة لي في الضغوط النفسية والمباراة اللي زي دي امبي اعتقد عنده لعبين بصراحة يعني النهاردة نزقف لهم عاملوا مباراة هاي اللي طبعا قدامك لكن روح الفلين الحمرة حسمت اللقاء طبعا امبي فريق كبير احمد صالح واحمد نديم واسلام سنبل كلهم لعبة منتخب مصر وبنلعب مع بعض كتير فاتلاقي الموضوع اللي احنا معظمنا حافظين لها ببعض فالماتش بيكون بصعوبة بس الحمد لله يعني قدرنا نكسب الماتش ونكمل في الدورة ان شاء الله عندنا اخر شهر ثلاثة اول دورة مجمعة وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله 18 بعدين اتقدمت وبعدين فصل اللحظات دي تحديدا يعني عشتها ازاي نقطتين دول يعني هو كان بوينت واحد بس كان هيروح منك المباراة ازاي في اللحظة دي تعملت مع المباراة وفكرت في ايه ودمغك بتفكر فيه في اللحظة دي انا فكرت ان انا بس اغير طريق اللعب شوية حتى انا اول عشرة ثمانية اول مرة استقبل قلت مفيش حل غير كده هو خلاص بقى حافظ اللي انا بلعب على طول هنا فقلت مفيش حل حتى لو خسرت بس انا بعملت حاجة جديدة والحمد لله ربنا وفعنا مبروك لك خلي انا خليك شكرا مشاهدين الكرام بالتأكيد هي لحظات سعيدة جدا لكل جماهير النادي الاهلي لسه هنعود اليكم بعد لحظات في لقاءاتنا مرة اخرى اشتركوا في القناة